محافظ صلاح الدين يشرف على أمال تطوير الشارع الرئيسي وسط بيجي ويقف العمل بمجمع سمت كريتا السكني لمخالفته الضوابط الخاصة بالمشاريع الاستثمارية البرلمان بين عدم تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية وبين عقد جلسة بديلة في السابع من شباط المقبل وبرهم صالح يتمسك بقرار ترشحه للمنصب ويقول أمامنا تحديات غير قابلة للمساومة التيار صدري يشكل الحكومة المقبلة وخيار التجديد الكاظمي أولوية استثنائية ومبادرة البرزان تغير تجاهات الرياح العاصفة السياسية والصحة تحذر العراقيين من خطورة تصاعد إصابات أوميكرون وتصف تعاون المواطنين بالضعيف مقابل دعوة دولية ليوم وطني عراقي للقاح من عنوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم أشرف محافظ صلاح الدين دكتور المهندس عمار جبر خليل على أطلاق أعمال تطوير الشارع الرئيسي وسط قضاء بيجي موجها لاستنفار كل الطاقات لاستكمال العمل وفق التوقيتات الزمنية المحددة لوجود مشاريع أخرى تنتظر المباشرة في القضاء وغيره من مدن المحافظة وأكد المحافظ خلال لقائه الجهات التنفيذية على اعتماد الخطط الموضوع للعمل وإضافة اللمسات الفنية وتوسعة الشارع لاستعاب حركة المرور وأن يكون واجهة حضارية تليق بيجي وأهله ووجه المحافظة دواء المعنية في القضاء لزيادة التنسيق وعدم التقاطع في العمل لتلافي تأخيره ورفق المحافظة ناء جولته الناء بشعان جبوري وقائم قام بيجي وحجدون من المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم للإشراف المباشر من قبل محافظ صلاح الدين على مراحل إنجاز العمل وتفقد محافظ صلاح الديني رافقه الناء بشعان الجبوري مشروع إنشاء مساشف الأطفال ونسائية في مدينة التكريت ذو 166 سريلا وبحث المحافظ مع المهندس المشرف على تنفيذ المشروع أسباب تأخير الإنجاز من قبل الشركة المنفذة ووجه لمتابعة ذلك وإنجازه وفق المواصفات المعتمدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة كما وقرر المحافظ إيقاف العمل بمجمع سمات كريت السكني لمخالفته الضوابط القانونية والإدارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية ووجه خلال زيارته لموقع العمل واطلاعه على ملف المشروع بغلق الموقع وإيقاف العمل لحماية حقوق المتعاقدين على وحدات سكنية ويشار إلى أن المشروع يضم أكثر من 300 وحدة سكنية وكان المحافظ قد زار في وقت سابق مشروع العمل ولم يؤشر في ملفه التعاقدية الموافقات القانونية المطلوبة لمنح الإجازات الاستثمارية التقى النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي عضو هيئة المسائلة والعدالة بدر الفحل واجرى خلال اللقاء مناقشة الإجابات للكتب الخاصة بالمواطنين لإنجاز معاملاتهم وتسهيل وسرعة الإجراءات من قبل الهيئة لضمان حقوق غير المشمولين بقرار المسائلة والعدالة وأكد النائب الفني للمحافظ أن حكومة المحافظة جادة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم ومراجعتهم للدواء الحكومية في المحافظة وتنفيذا لتوجهات محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أكد قائم قام قضاء الشرقات علي دودح أنه تم عقد اجتماع موسع ضم مديري الدواء الخدمية على مستوى القضاء تم خلاله مناقشة وامتابعة احتياجات الأهالي من توفير خدمات أساسية أهمها تبليط الشوارع داخل حدود البلدية وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين بشكل عام أمر السيد المحافظ تشكيل لجنة برئاسة المعاون الفني ومدراء الدوائر البلدية والكهرباء والماء والمجاري والصحة وبإشراف السيد قائم قام الشرقات اليوم عندنا هذا الاجتماع وإن شاء الله كل طلبات أهل الشرقات سوف لها أسبقيات المبلغ الموجود أكثر من 7.5 مليار سيتوزع على كافة الدوائر الخدمية كلهم حسب استحقاقه وحسب الأوليات بالنسبة للتبليط إن شاء الله تبليط داخل حدود البلدية أنه يتم تبليطها أو تبليط أو صب والعمل مستمر وإن شاء الله نشوف طلبات دوائرنا في الكهرباء وفي الماء وفي المجاري وإن شاء الله العمل مستمر بتوجيه من السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر تم تشكيل لجنة برئاسة وعضوية مدراء دوائر غضاء الشرقات وبإشراف مباشر من قبل السيد قائم مقام غضاء الشرقات علي دودح للوقوف على متابعة المشاريع الخدمية في الغضاء وكاننا اليوم أول اجتماع مع مدراء الدوائر وتم أخذ طلبات المواطنين ومدراء الدوائر لتسليمها للسيد المحافظ وإن شاء الله ستشهد الشرقات تطور عمراني على صعيد الخدمات تحقق شركة المنفذة لمجسر الدل وسط تكريتا مرحلة متقدمة في الإنجازة حيث تم الانتهاء من الربط بين المقاطع الرئيسية واستكمال عمليات التبليط المسلح من الجانبين الجنوبي والشمالي مع استعدادات كبيرة لنصب وربط الجزء الجنوبي وطالب المواطنون زيادة ساعة العمل بما يعجل تأهيل الطرق المجاورة لتسهيل الحركة التجارية في المنطقة المجاورة والتي تعد رافدا اقتصاديا رئيسيا في تكريتا ظاهرة عمالة الأطفال في العراق ترتفع إلى نسبة تدعو للقلق وتحذيرات من منظمة العمل الدولية بضرورة التصدي لها إلى جانب دعوات من قبل الناشطين لضرورة تفعيل القوانين التي تستحمي الطفولة في البلاد مشيرنا إلى أن ظروف النزوح دفعت إلى سوق العمل الأطفال بأعمار مختلفة أزميلة أسل نوري رصدت الظاهرة بأسواق تكريت في التقرير التالي سعد ذو الإحدى عشر ربيعا لا يعرف شيئا عن قوانين حماية الطفولة في البلاد وكل معرفته تنحصر بهذا المكان وطموحه بعد أن ترك مقاعد الدجاسة لا يتجاوز أن يحصل على مبلغ لا يتعدى العشرة ألاف دينار نهاية يوم عمل شاق منظمة العمل الدولية تقول بأن طفلين من بين كل خمسة أطفال في العراق يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة وأصفة عمالة الأطفال في البلاد بأنها أسوأ ما مرت به البلاد خلال السنوات السابقة نلاحظ بالأسواق والمحلات وحتى اللي بسابلة أطفال دي يقومون بعمل ميليق بهم وعماله وأكثر من حجمهم وأكثر من ما تتناسبوا يقواهم الجسمية وهذا يعني دي نشوفها بكثرة يعني بالمجتمع هذا يعود إلى أنه قوانين غير مفحلة ماكو رعاية وأكثرهم هم متسربين من المدارس وهذا يعني دفعتهم لهالعوائل أنه يشغلون أطفالهم هو العوز والفاقة والحرمان أيضا هذا تتحمل الدولة بالدرجة الأولى لأنه المفروض أنه يكون قوانين وإحنا مشاركين باتفاقات دولية وحتى عندنا بالدستور أنه يمنع عمالة الأطفال وحماية الطفل أكون مواثيق دولية أحنا موقعين عليها كعراق ولكنه يبقى أنه التنفيذ على الدولة تنفيذ ضعيف والقانون ضعيف اليوم موجودة في الظاهرة وهذه الظاهرة مستفحلة اللي هي عمالة الأطفال نشوف أنه أعداد كبيرة ومتزايدة وهذه نتيجتها أكيد تتلخص بعدة نقاط أولها أنه الصراعات والأحداث اللي مرت على العراق وأيضا غياب الدور الحكومي وغياب كل المسؤولين غياب دورهم المسؤول في موقع القرار أيضا تعطوا للقوانين الخاصة بحماية الطفولة رغم أنه العراقي مشارك ومتفعل مع كل هذه القوانين أيضا الظاهر الاقتصادية اللي مر بها العراق هي أسباب متعددة عندما يتفعل عندما تتفعل أيضا دوائر المختصة رعية الاجتماعية يعني عانت العوائل اللي عندها قوت يومي بسيط أو محدود أو قد لا يكون لازم تلجأ إلى أنه توفر هذا القوت أو المرتب المناسب حتى تحمي هذه الأطفال ويضا توفر لهم الأجوال المناسبة حتى يعيشون طفولتهم ظروف اقتصادية وأمنية صعبة إضافة إلى ضعف التصدي لهذه الظاهرة كلها عوامل أنعشت عمالة الأطفال واستغلال الطفولة في العراق لقناة صلاح الدين الفضائية أسين نوري تكريت ظاهرة أطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي بالمناسبات تعد من الظواهر التي استفحلتها مؤخرا حيث يقع ضحيته العشرات من المواطنين مع غياب إجراءات الردع الحكومية التي يدفع ثمنها السكان المواطن عباس مسلم من أهالي قضاء الدجيل لم يكن الأول وليس الأخير في ضحايا هذه الظاهرة المستفحلة في الدجيل وغيرها مراسلنا من الدجيل فاضل الأنصاري والتفاصيل ظاهرة أطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي بالمناسبات تعد من الظواهر التي استفحلت مؤخرا حيث يقع ضحيتها العشرات من المواطنين سنويا مع غياب دور الجهات الأمنية التي وقفت عاجزة أمام إنهائه أول حدي من هذه الظاهرة السلبية بصفتنا أنا أحد عوائل الضحايا التي أصبحت عائلة ضحية الرمي العشوائي التي يحدث فيها المجتمع وظاهرة غير حضارية ومستفحلة وللأسف بدأت تنتشر بصورة واسعة وتأدي إلى وقوع ضحايا نتيجة هذا الرمي العشوائي لذلك نطالب كل منظمات المجتمع المدني وكل السلطات في الدولة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت ظاهرة غير حضارية وغير لايقة تؤدي إلى إزهاق الأرواح للمواطنين والحد منها والتقليل منها إلى اليوم ظاهرة إطلاق العيارات النارية العشوائية ظاهرة منافية للدين والعروف والأخلاق نحن ما تمر علينا فترة إلا ونسمع بخبر يفجعنا أحد أقربانا وأحد جيرانا وأحد أهلنا يصاب بسبب الإطلاقات النارية العشوائية نحن اليوم ندعو جميع بيديوهم زمام الأمور يعني المرجعية صرحت وبيان وموجود الخطباء المراجع عندنا الشيوخ الوجهاء كلهم ذول مطلوبين لرفض هذه الظاهرة التي تسبب إزهاق أرواح الناس يعني اليوم أخونا وجارنا أستاذ عباس هو أحد ضحايا هذه الإطلاقات العشوائية يعني ببيته وما مأمن يعني واحد أين يروح هو يعني الملاذ الآمن للإنسان هو بيته يعني ببيته وما خلصان وتوقع رصاصة طائشة بسبب المناسبات وصدرها وقد تؤدي إلى أمور أخرى المواطن عباس مسلم من أهالي قضاء الدجال وقع ضحية الرصاصات الطائشة بعد تعرضه إلى إصابة خطرة نتيجة الرمل العشوائي لتستقر حد الرصاصات بجسده وما زال وضعه الصحية غير مستقرة ويحتاج إلى عملية جراحية كبرى أنا أعرض اليوم حالتي كونها حالة أصبحت مستشرية بالمجتمع العراقي وهي ضحايا الإطلاق للعيارات العشوائية بالمناسبات أي مناسبة كانت سواء كانت أفراح أو المناسبات الأخرى يعني حالة صابتي أنه أنا كنت في بيتي في يوم الجمعة تحديدا الساعة الثانية بعد منتصف النهار وكنت صاعد على سطح داري وصمعت أطلاق عيارات نارية كثيف وبينما أنا كنت ألوذ بالهروب منها أصابتني أحدى العيارات هذه رصاصة طائشة تستقر بصدر عباس مسلم نتيجة الرمل العشوائي علما إن هذه ليس الحالة الأولى بل سجلت المؤسسات الصحية العشرات منها في الآونة الأخيرة وما يتطلب نجهات الأمنية بتحجيمها ومحاسبة منفذيها لقناة صلاح الدين الفضائف وظل الصاري قضاء دجيل أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان شخوان عبدالله استكمال جميع الاستعدادات الفنية لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في السابع من الشهر الحالي مشددا على انتخاب رئاسة الجمهورية لن يتأجل ولو لساعة واحدة عن موعده المقرر فيما يتوقع مراقبون أن يعلن رئيس المجلس محمد الحلبوسي موعدا مدينة للجلسة فإن الحلول السياسية مؤجلة حتى الخميس المقبل بانتظار قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالكتلة البرلمانية الأكثر عددا وكذلك نتائج الحوار السني الكردي الشيعي فيما يخص المشاركة بالحكومة المقبلة في ضوء مبادرة الزعيم الكردي مسعود البرزاني بعد أعلان الإطار التنسيقي الترحيب بالمبادرة وأي جهد يخفف حدة الخلاف في البيت السياسي الشيعي بالتوازي بين المشاركة الجماعية في الحكومة المقبلة أو الذهاب إلى المعارضة أكد الدكتور برهم صالح تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية لدورة المقبلة كمرشح وحيدا من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني قال صالح في كلمة قدمت ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته في الدورة السابقة بقرار وطني مستقل وضيفا أمامنا مسؤولية تاريخية والدور المنتظر للبرلمان الجديدة ولفتها إلى أن طروف البلاد تفرض عملا استثنائيا وأكد أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميا للدستورة وأن يكون رئيسا لكل العراقيين رئيسا لا مرؤوسا وتابع صالح بالقول التزمت بإصرار وبدعم الوطنيين الخيرين في المضي تحت سقف الوطنية مسارا لمهامي ولن أسمح تحت أي ظرف ورغم شط المصاعب والضغوط امتهان منصب رئاسة الجمهورية وأشار إلى أن الدور المنتظر لمجلس النواب الجديد يحتم عليه أن يكون برلمانا حرا وممثلا حقيقيا لإرادة الشعب وتطلعاته في هذه اللحظة الوطنية الفارقة في تاريخ الوطن بما تحمله من آمال وتطلعات وتحديات أتحدث إليكم مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية مدركا أنه شرف عظيم ومسؤولية كبيرة أتحدث إليكم بضمير مطمئن بأن ما عملته خلال السنوات الماضية وضعت في نصب عيني العراق الذي نسعى إليه جميعا عربا وكردا وتركومان ومسيحيين وشبك وإيزيديين وصابئة عراق عادل مع جميع مواطنيه مقتدرا بهم يستعيد مكانته التاريخية في المنطقة والعالم وإن شاء الله سنواصل هذا الدرب ولن نحيد عنه أعضاء مجلس النواب الموقرين أن الرئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميا للدستور وأن يكون رئيسا لكل العراقيين رئيسا لا مرؤوسا فهذا العراق أرض الرافدين وجبال كردستان وحضارات أور وسومر وبابل وآشور بلد الأنبياء والأوصياء والمراجع الكرام وكما عهدتموني فقد التزمت بإصرار وبدعم الوطنيين الخيرين في المضي تحت سقف الوطنية مسارا لمهامي ولم أسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتحان منصب رئاسة الجمهورية وحاولت أن نأي ببلدنا من الدخول في دوامة صراعات دموية داخلية في أوقات عصيبة مدركا بعد كل السنوات العجاف آن الأوان ليحضى العراقيون بالسلام ونظام حكم يرتكز على قراره الوطني المستقل أنا القادم من جبال كردستان ومن السماوة وكربلاء المقدسة وصلاح الدين وبابل وواسط والعمارة وحلبتشة أتطلع إلى تولي شرف المسئولية مجددا بعد أن نلتها بقرار عراقي وطني مستقل وكل ثقة بأن العراق الدستوري هو المسار لبلدنا وأن بغداد الحضارة هي ملتقة جميع وفيها تحسم قضايانا الوطنية تحية إجلال لكل شهداء العراق المضحين من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة والذوذي عن الوطن وحمى الله العراقيين من كل سوء ومكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضمن التحديث لبرنامج البرلمان الجديد قال النائب صباح صبحي عن الديمقراطية الكردستاني لقناة صلاح الدين عبر برنامج حوار مفتوح أن جلسة الأولى كانت تتضمن اتفاقاً أن يذهب الجميع حسب ما هو معلن لكننا فوجئنا بانسحاب نواب الاتحاد الوطني قبل تصويت للنائب شخوان عبدالله لمنصب نائب رئيس البرلمان بحجة وجود توجيهات عليا وذكر أن الرئيس مسعود البرزاني وجه خلال لقاء بالنواب الكرد عن الديمقراطية إلى الابتعاد عن الحرب الأعلامية مع الاتحاد الوطني وضيفاً لأنكم تمثلون واجهة جميلة للشعب الكردي كان بيننا اتفاق سياسي بين الاتحاد وبين حزبنا الديمقراطي وكان الأمور ماشية تمام وكان كل جنة تفاوضية موحدة لتوحيد الخطاب السياسي الكوتي هذا مطلب جماهيري مطلب سياسي مطلب جماهيري توحيد الإرادات وتوحيد وجهات النظر أدنى مصالح مشتركة الحزبان وأحزاب الأخرى أيضاً اللي فازت في المقاعد هذا المشكلة بدت بعد انسحاب الاتحاد الوطني بصورة مفاجئة وبدون سابق انذار على مسألة الاتفاق نعم كنا في الجلسة وبصورة مفاجئة يعني انسحبوا من الجلسة على الرغم من أنه وإحنا طلبنا منهم الجلوس وعدم التصويت للسيد الشيخ خوان لكن رفضوا ذلك بحجة أنهم هذه القرارات تأتي من فوق كلهم انسحبوا بدون سابق انذار وهذا شيء يعني يضر بمصالح الشعب الكردستاني ويضر بمصالح الشعب العراقي أيضاً التقينا بالسيد الرئيس المسعود بارزاني هو الذي وصنا بأنه أن تتجنبوا الحرب الإعلامية مع الاتحاد الوطن الكردستاني لأن هم إخوانكم وهم جانب كردستاني وانتوا لازم تكونون الواجهة الحلوة والجميلة للشعب الكردستاني ونبقى في موازنات البرلمان الجديد حيث قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي أن حكر منصب رئيس الجمهورية على طرف سياسي معين هو خلاف لكل الأعراف السياسية في العالم وأن الاتفاق على المنصب يجري تجديده كل أربع سنوات وضيفاً أن الديمقراطي الكردستاني ماضاً بترشيحه شير زيباري لمنصب رئيس الجمهورية عدى 2018 صارت هناك مشكلة حقيقية على هذا المنصب لأنه حكر هذا المنصب على طرف سياسي معين هذا خلاف لكل الأعراف السياسية الموجودة في العالم لا يوجد هناك حكر على منصب معين حتى إذا رجعنا إلى منصب رئيس الوزراء على سبيل المثال أو رئيس البلمان هذه المناصب السيادية لا يوجد هناك حكر وليس محدداً هذا الاتفاق يجب تجديده كل أربع سنين يجب تجديده مرة أخرى يتفقون هذه المشكلة المشكلة في هذه النقطة إحنا في 2022 مع بداية الجلسة الأولى كان بنا اتفاق سياسي بين الاتحاد وبين حزبنا الديمقراطي وكان الأمور ماشية تمام وكانت كل لجنة تفاوضية موحدة لتوحيد الخطاب السياسي الكورتي هذا مطلب جماهيري مطلب سياسي مطلب جماهيري توحيد الإرادات وتوحيد وجهات النظر أدنى مصالح مشتركة مسألة الساعات الأخيرة ممكن أن يكون هناك اتفاق لكن لحد هذه اللحظة احنا مستمرين ومو نحاول احنا متأكدين انه السيد وشارل الزيباري سوف يحظى على أغلب وفي السياق السياسي الجديد ثمن زعيم تحالف السيادة خمس الخنجر المبادرة التي أطلقها زعيم الحزب الديمقراطي الكردساني مسعود البرزاني لحل حلة الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وتوحيد البيت الشيعي وكذب الخنجر في تغريدة له على تويتر أن أغلب مبادرات الأوقات الصعبة تأتي من أربيل الخير ومن الرئيس بارزاني ففي عام 2010 انقذ البلاد من أزمة سياسية خانقة واليوم يتكرر نفس المشهد وقدم الخنجر الشكر والتقدير لزعيم التيار الصدري على قبوله المبادرة وبقرار وطني خالص حفاظا على وحدة واستقرار الحراق ويتوقع المحللون السياسيون تفكيك عقدة الخلاف السياسي الشعي باجتماع موسع بين قيادة الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والإطار التنسيقي قبل نهاية الأسبوع الجاري موضحين أن اللقاء الذي جمع النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي مع رئيس كتلة دولة القانون النيابية هو بداية ترتيب الأجواء بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي في المقابل قال عضو تحالف تقدم أحمد المساري أن زيارة وفد كردي سنيا لزعيم التيار الصدري أنهت فكرة وجود رغبة بشق البيت الشعي مشيرا إلى أن الأمر متروك للصدر في تمسكه بحكومة الأغلبية أو قبول بعض أطراف الإطار لأن الذهاب إلى التصعيد سيتجه للجميع إلى اللا دولة وأكد النائب عن اتلاف دولة القانون محمد الصيهود مواصلة التعويل على عقلاء الكتلة الصدرية والسعي لشراكة في إدارة الدولة والقرار السياسي في مقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي صباح صبحي أن الاتفاق بين التيار الصدري والكتلة السنية هو استراتيجي وليس تكتكي لإنجاز كل المراحل معا بما في ذلك اختيار رئيس الوزراء وصياغة البرنامج الحكومي وينظر المتابعون للشأن العراقي أن هناك توجها داخل البيت السياسي الشعي للحصول على تنازلات كبيرة من زعيم التيار الصدري بخصوص هوية رئيس الوزراء المقبل أو نوع مشاركة اتلاف دولة القانون بالحكومة الجديدة محذرين من اللجوء إلى خيار كسر الإرادة لتغطية على ضعف الاستحقاق الانتخابي لقوى الإطار التنسيقي ويتوقع المراقبون تخصيص الاجتماع المتوقع لقوى التنسيقي لعقد شراكة بين الإطار والكتلة الصدرية ونقل الكرة إلى ملعب القوى السياسية لتوفق على خريطة طريق توازن بين حكومة الأغلبية الوطنية وحقوق الشراكة الدسورية فيها بحيث تحتفظ الكتلة الصدرية بتسمية رئيس الوزراء وتحصل قوى الإطار على وزارات تناسب رصيدها الانتخابي ليبقى خيار المعارضة مطروحا لكن الأولوية للمشاركة ارتفعت نسبة الإصابة بفيروس كورونا في العراق بمعدل المتذبب منذ أيام تسبب بعدم وضوح الرؤية بشأن وصول العراق إلى ذروة الموجة الرابعة لكورونا في العراق من عدمه وسجلت وزارة الصحة العراقية 7217 إصابة جديدة بإجراء 26 ألف فحصة ما يشير إلى ارتفاع نسبة الإصابة في العراق بحدود 27% وعلى هذا الأساس فإنه عند إجراء الصحة 40 ألف فحصا يوميا كما كانت تسجل في الفترات الماضية كمعدل يوميا للفحصات فإن عدد الإصابات سيكون ضمن مستوى 11 ألف إصابة أشرت منظمة الصحة العالمية ضعفا في تلقي اللقاحات المضادة لكورونا في العراق مقارنة مع دول الجوار برغم من الإصابات المضاعفة التي تسجل مؤخرا وقدرة اللقاح على الحد من خطورتها بشكل عام وذكر منسق منظمة الصحة العالمية دكتور نجم الدين حسن أن بعض الدول المجاورة لعراق وصلت إلى نسبة تطعيم تتراوح بين 50 إلى 60% بينما لا زالت النسبة غير مطمئنة في العراق وعليه دعمت منظمة الصحة العالمية العراق بحملة وطنية شاملة لزيادة عدد الملقحين وتقدم الصحة العالمية تصورا دقيقا عن الاحترازات الدولية التي وصلت إلى 40% بنسب تلقي اللقاح في عموم دول العالم وهو أمر لم يتحقق في العراق بينما تجاوزته العديد من الدول المجاورة في إشارة إلى حالة من عدم اهتمام العراقيين بخطر الوباء إلى بعد فوات الأوان دقى رئيس مستشارية الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ناقص خطر التماهل الدولي في تحمل مسؤولية الخطر الذي يمثله مواطنيهم الإرهابيين على العراق والميطقة وشددان على وجوب التعامل الجدي لتفكيك هذه القنبلة الموقوطة داخل سجون سوريا وقال الأعرجي في حسابه على تويتر شددنا خلال لقائنا أمس مع النيتو واليوم مع صفراء الدنمارك والنروج والسويد على ضرورة قيام الدول محاكمة عايها من الدواعش في بلدانهم وهم أكثر من عشرة آلاف إرهابي تابعين لأكثر من خمسين دولة وأضاف أن هؤلاء الإرهابيين متواجدين حاليا في سجون قسط بالحسكة الشمال شرق سوريا مشيرا إلى أنهم يشكلون تهديدا حقيقيا للمتاق والعالم فيما لازال الخبراء يحاضرون من خطر بقى عشرات الإرهابيين خارج سيطرة قسط بعد فرارهم إلى المناطق الحدودية مع العراق وتواصل القوات العراقية عمليات برية وجوية واسعة تستهدف جيوبا وخلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي شمال البلاد وشرقها وذلك ضمن إجراءات عاجلة اتخذتها الحكومة لمواجهة التصعيد الأخير للتنظيم بقصف مواقع الإرهاب في سلسلة جبال مكحول بين محافظي صلاح الدين ونينو والتي يعتقد أنها إحدى نقاط جمع التنظيم في الفترة الأخيرة فيما أبطل الحجر الشعبي تسلل للإرهابيين في منطقة العيثة شرق صلاح الدين وتتحدث قيادات عسكرية عن تلقي أوامر عليا لتعزيز الوجود العسكري على الحدود العراقية السورية مع وصول وحدات عسكرية إضافية إلى المنطقة مع معداتها بمهمة يرتبط توقيتها الزمني بتطورات الأوضاع الأمنية على الجانب السوري لمواجهة تداعيات هروب قيادات وعنصر تنظيم من سجن الحسكة والتسلل للعراق إذ أن كثيرا منهم عراقيون بالإضافة إلى أمكانية تخفيهم داخل التضاريس العراقية ما يبرر توسيع نشاط دوريات المراقبة الجوية على طول المساحات الصحراوية كشفت وزارة الموارد المائية عن تخصيص الخطة المائية للزراعة الصيفية لأغراض البستنة والاحتياجات الأساسية وأوضحت بتصريحات مختلفة لمسؤوليها أن الخزين المائي الحالي يكفي لسد الاحتياجات الأساسية والإرواء الأولي من الموسم الشتوي مؤكدين بقاء الخطة على حالها كما خصصت لموسم الصيفي دون تقليص أو زيادة وحسب الخزين المائي وعلن المسؤولون أن ذوبان الثلوج التي سقطت في العراق مؤخرا سيجعل الوزارة في حالة اطمئنان لمواجهة الصيف المقبل بما يتعلق بتأمين مياه الشرب والاستخدامات المشارية وري البستين واضحا أن الكميات التي وصلت من المياه إلى سدود الوزارة كانت متواضعة لأن الكميات الساقطة عبارة عن ثلوج وخلفت جريانا بسيطا إلا أنه رغم بساطتها جعلت الوضع مستقرا تتابعونا في نشرتنا بعض الفاصل مسرور بارزاني يستقبل القنصر العام الجديد لجمهورية تشيك في أربيل ويشارك بمراسيم سذكار فاجعة الأول من شباط وأومي تخوشناو يؤكد مواصلة السلطات الأمنية حملتها إغلاق النواد الليلية المخالفة للقوانين والتعليمات والولايات المتحدة تعتزم منح قطر صفة حليف رئيسيا من خارج الناتو وروسيا تقول أنها لن تتراجع في مواجهة التهديدات بعقوبات أمريكية والصحة العالمية تحضر من خطر نفايات فيروس كورونا على البيئة إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني القنصر العام الجديد لجمهورية تشيك لدى كردستان كارل كوتانيك وهنأ رئيس الحكومة القنصر التشيكي الجديد على تسنمه مهام عمله وعرب عن أمله في تعزيز العلاقات بين الإقليم وجمهورية تشيك في المجالات كافة وشكر القنصر المؤسسات المعنية في حكومة كردستان على تنسيقها وتعاونها وأبدى رغبة بلاده الارتقاء بالعلاقات مع كردستان إلى آفاق أرحب شارك رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في مراسيم إحياء الذكرى السنوية الثامن عشر لفاجعة الأول من شباط في إربيل بحضور رئيسة برلمان كردستان ومسؤولين حكوميين وحزبيين وذوي الشهداء ووضع بارزاني إكليلا من الظهور على نصب شهداء الجريمة الإرهابية وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الفاجعة وشهداء الحركة التحررية الكردستانية وكان تفجيرين إرهابيين استهدفا في الأول من شباط 2004 المستقبلين والمهنئين بعيد الأضحى في كل من مبدأ الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكردستاني والمركز الثالث لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من قادة الحزبين وملاكاتهما والمواطنين والإعلاميين ومن مختلف شرائح المجتمع وقد أقامت حكومة كردستان نصبا تذكاريا لشهداء الفاجعة وشهداء الحركة التحررية الكردستانية في منتزه الشهيد سامي عبد الرحمن أحد شهداء الجريمة الإرهابية في أربيل أكد أميد خوشناو محافظ أربيل مواصلة السلطات الأمنية حملتها إغلاق النواد الليلية المخالفة للقوانين والتعليمات جاء ذلك في تصريح أدل به للصحفيين على هامش مشاركته بمراصيم افتتاح المقر الجديد لاتحاد علماء الدين الإسلامي في أربيل وقال خوشناو أن الدعارة والقمار ممنوعة حسب القوانين العراقية وسوف نتابع النواد الليلية وأي ناد يخالف القانون بارتكاب هذه المخالفات سوف نغلقه ونعتقل المخالفين وضف كنا قد أبلغنا النواد الليلية عدم ارتكاب المخالفات مستدركا القول لكن لاحظنا أنها مستمرة بالمخالفات ولهذا أغلقنا عددا منها وإذكر أن إطار الحملة منع المظاهر المشينة والبعيدة عن الآداب العامة وعدم حصول الحوادث غير المرغوب فيها والحفاظ على الأعراف والتقاليد وبسبب المخالفات وعدم الالتزام بالقرارات وتعلم تصادر عن محافظة أربيل تم خلال الأيام الماضية أغلاق العديد من تلك النواد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن تعتزم تصنيف دولة قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو وهو ما يسمح بعلاقات عسكرية وتجارية أوسع بين البلدين وضح بايدن أثناء مباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد في البيت الأبيض أن هذه الخطوة طال انتظارها وقال بايدن بحثنا قضايا الأمن في مطاقة الشرق الأوسط وامدادات الطاقة عالميا ودعم أفغانستان ووصف أمير قطر مباحثاته مع بايدن بأنها مثميرة وشيرا إلى أنها تناول تطورات إقليمية ودولية وتطرق الزعيمان إلى صفقة ضخمة ستحصل بمجبها شركة الخطوط الجوية القطرية على طائرات من طراز بوينغ 777 إكس مقابل حوالي 20 مليار دولار وخلال اجتماع في المكتب البيضاوي قال بايدن إنه يعتزم إختار الكونغرس الأمريكي قريبا بالقرار الذي اتخذه بشأن الدولة الخارجية الثرية وقال للصحفيين أن قطر تعد صديقا جيدا وشريكا محل ثقة سأبلغ الكونغرس بعزم تصنيف قطر كحليفة رئيسيا من خارج الناتو ليعكس ذلك على أهمية علاقتنا أكدت موسكو أنها لن تتراجع في مواجهة التهديدات بفرض عقوبات أمريكية عليها وسط تصاعد التوتر بينها وبين الدول الغربية بشأن أوكرانيا وأعلنت سفارة روسية في واشنطن على صفحتها في موقع فيسبوك أن واشنطن هي من يؤجج التوترات وليست موسكو ولن نتراجع ونستمع بانتباه للتهديدات بعقوبات أمريكية وكان مسؤول أمريكي أعلن أن الولايات المتحدة تلقت من روسيا رسالة خطية تتضمن ملاحظات الكريملين على الجواب الخطي الذي سلمته واشنطن إلى موسكو الأسبوع الماضي وضمنته ردها على مطالبه الأمنية واشتراطاته لحل الأزمة الأوكرانية وقال متحدث باسم وزارة الخارج الأمريكية بوسعنا أن أؤكد أننا تلقينا ردا مكتوبا من روسيا من دون أن يحدد فحو هذا الرد وهذه الرسالة الروسية الجديدة هي رد على الرد الأمريكي على قائمة مطالب وشراطات سلمتها موسكو لواشنطن في منتصف كانون الأول ديسمبر من العام الماضي وردت عليه الأخيرة خطية للأسبوع الماضي حذرت منظمة وصحة العالمية من أن الكاميات الهائلة من النفايات الناتجة عن معالجة وباء كورونا تشكل خاطرا على صحة الإنسان والبيئة موضحة أن عشرات ألاف الأطنان من النفايات الطبية الإضافية تسببت في ضغط كبير على أنظمة إدارة النفايات الرعاية الصحية واعتبرت أن النفايات الإضافية تهدد صحة الإنسان والبيئة وتكشف عن حاجة ماسة لتحسين ممارسة إدارة النفايات مع سعي الدول للحصول على معدات الحماية الشخصية للتعامل مع الأزمة مقابل إلى اهتمام أقل تخلص من نفايات الرعاية الصحية بشكل آمن ومسدام وقال مايكل رايان مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أنه من الضروري للغاية تزويد العاملين الصحيين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة ولكن من الضروري أيضا ضمان إمكانية استخدامها بأمان دون التأثير على البيئة المحيطة إلى تذكيري بأبرزي وأهم العنوين محافظ صلاح الدين يشرف على أمال تطوير الشارع الرئيسي وسط بيجي ويقف العمل بمجمع سمت كريتا السكني لمخالفته الضوابط الخاصة بالمشاريع الاستثمارية البرلمان بين عدم تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية وبين عقد جلسة بديلة في السابع من شباط المقبل وبرهم صالح يتمسك بقرار ترشحه للمنصب ويقول أمامنا تحديات غير قابلة للمساومة التيار صدري يشكل الحكومة المقبلة وخيار التجديد للكاظم أولوية استثنائية ومبادرة البرزان تغير تجاهات الرياح العاصفة السياسية والصحة تحذر العراقيين من خطورة تصاعد إصابات أوميكرون وتصف تعاون المواطنين للضعيف مقابل دعوة دولية ليوم وطني عراقي للقاح شكرا لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة